بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن سلام مهم جداً في أيام الرحمة سلام بيجعلنا نشعر بالمعاني الحقيقية للعبادة وخصوصاً الصلاة والصيام والقيام والتراويح لازم النهاردة وإحنا بنتكلم عن السلام وإحنا بنحاول نوصل وإحنا بنتكلم في اليوم التاسع عن السلام نتكلم عن سلام مهمة أوي سلام اللي ما بيعيشهوش بيعيش حياة مليئة بالضنك والتعب بيعيش حياة مليئة بالعناء سلام في الحقيقة كتير من الناس بتعتبره فكرة ما بتعتبروش حقيقة سلام في ناس كتيرة بتعتبره الناس المرفهين بس اللي ممكن يفكروا فيه بس هو ده مش حقيقة الحقيقة هي اللي ربنا سبحانه وتعالى قلنا عليها إن فيه سلام اسمه سلام الغرق في النعم إن احنا نكون غرقنين في نعم الله سبحانه وتعالى وين تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيه ناس كتيرة بتقول سلام إيه الغرق في النعم وفي الحال اللي احنا فيه ده احنا في حال صعبة أنا مش قادر أشوف النعم أنا مش قادر أشوف اللي أنا فيه ده أنا حاسس إن أنا ربنا مش راضي علي حاسس إن الدنيا ديئة حاسس إن أنا مش قادر أعيش لذة إن الله سبحانه وتعالى معايا لأن أنا حاسس بديئ الرزق أو حاسس بديئ النفس أنا حاسس بالوجع وإنت جاي بتكلمني عن الغرق في النعم فيه ناس تنين بقى على مش على النقيت زيهم بالضبط فيه ناس عايزة من رمضان لذة الطاعة وده شيء جميل بلا شك وممكن يبقى شيء حسن لكن هم عايزين اللذة اللي بالنسبة لهم بيكونوا شايفينها هي الرعشة في الصلاة اللي بتسري في البدن فتخليه حاسس بارتعاش أشبع بارتعاش الكهرباء هو عايز يكون الصلاة فيها مرتعش ويشوف إن هي دي السنة اللي حصل لي فيها الخشوع لإن حصلت للقشعريرة ثلاث مرات في السنة فأنا حاسس إن أنا خرجت من السنة دي بالنعمة اللي هي نعمة إيه؟ نعمة إن أنا تأثرت في الصلاة فحصلت للقشعريرة ثلاث مرات والسنة اللي فاتت كانت مرتين فالسنة دي أكتر نعم من السنة اللي فاتت آه انت فاكر ان اللزة الحقية وان فعلا استجابتك واستشعارك للقرآن هو القشعريرة اللي حصلت في بدنك على فكرة ده بالضبط زي حد خطفوا لمعاني الأضواء وسب النور الضوء مش هو اللي بيخلينا نعيش مع الله ولكنه النور في ناس كتيرة بقى مش عارفة ان السلام ده سلام مهم جدا 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 عشان نقدر نعيش بالنور ربنا لما خلى النعم خلى النعم فيها سر ايه السر ده ان النعم بتنور حياتنا واكتر حاجة بنعيش بيها هي النعم كلام اللي انا بكلمه معاكم ده نعمة نظركم اللي انتوا شايفين نبي ده نعمة كل الاثير اللي بيننا دوت وكل الفتونات وكل الحاجات دي نعمة ولذلك لازم نعيش في قوله تعالى وما بكم من نعمة فمين الله انت لما تحس ان انت اي شيء عندك ده نعمة ساعتها تقدر تفهم ليه توجه لنا كلنا قوله تعالى ولا ان شكرتم لأزيدنكم كلنا كلنا لازم نعيش هذا الاحساس فلازم تعيش معنا الخشوع اللي هو ان انت ترفع وجهك فترى الملك فتخشع من جمال ما ينزل عليك من انوار تجل الملك عليك خشوعك ده ليس خشوعا لانك حصل لك ان في حد قهرك ولكن خشوعك ده لانك قلبك لم يتحمل النعم اللي النازل عليك فتخشع كل جوارحك لكن ان تخشع بين يدي نفسك مش هو ده المطلوب انت المطلوب اللي انت تخشع بين يدي الله اللي انا عايز اقول لحضراتكم ان في كتير من الاحيين بيحصل مشكلة عندنا ايه المشكلة عندنا ان كثرت ما نحن فيه من الاحوال تزيب عنا رؤية الجمال تزيب عنا رؤية النعم فانشغلنا بتفاصيل الوجع وتفاصيل الالم ما بيخرجناش من اوهمنا لا ده بيعيشنا في اوهم جديدة واكاذيب جديدة ان كل الاحداث اللي بتحصل في حياتنا من الضيق هي المتحكمة في حياتنا